الستم أحمد متجاوزة في بيت عيلة بتحصل مشاكل هي ملتزمة بالواجبات العالية لكن ساعد بيزعلوا منها وياخدوا جنب ولو ابنها ضرب ابن عمه تحصل مشكلة الأمور دي يا ستم أحمد طالما نقعدة في بيت عيلة عايزة قدر كبير من الصبر وقدر كبير من الحكم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أي ضائقة أي شدة أي وضع حرج أنا فيه المؤمن على طول بيتسلح بالأسلحة اللي القرآن الكريم وجهنا إليها واللي حضرة النبي عيس صلاة والسلام وجهنا إليها سواء بسنته القولية أو بسنته الفعلية الحكمة معناها أنه ما تهورش وأجري معا اللي بيعملوا مشاكل فأعمل مشكلة من لا مشكلة يبقى زي ما هنأ بنقول في مصر يعملوها الصغيرين ووقعوا فيها الكبار لا أنا أخد ابني وأفهم فيه قد مقدر طبعا أطفال مع بعض يعني ده شيء طبيعي أنه هم يعني يتشكسوا ويتخنقوا ده شيء طبيعي وبعدين لما يزعى العلوم يا جماعة ده طفل صغير وبتاعة طبق أنا حاخده تاخدي ابنك وتروحي فرصة كده تاخديه وتروحي البيت وتسكاني كده في بيت قدر الطاقة وحاولي أقللي قدر المستطاع الوجود الوجود خليفة الوجبات اللي أنتوا متفقين تعملوها وارجعي بعد كده أخدي الولد وعوده في البيت وأنا بحييك إنك مش بتشغلي زوجك فإنك تقولي له دول عمل ودول سوه وبعدين ساعات الزوج بيبقى فيه مأزق مش هيقدر يواجه الأب أو الأم أو الأخوة فنبتدي نعمل مشكلات ويبقى هو مش قد هذه المواجهة فالبيت يبقى صراع ما يبقاش سكينة ورحمة ومودة اللي هي المفروض تكون موجودة في البيوت فنسعوا الله سبحانه وتعالى السلامة ودايما تدعي ربنا تقول يا رب اللهم أصلح ذات بيننا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء واصبر وادعي وكون حكيم في تصرفاتي مجريش أعمل مشكلة مع اللي بيعمله مشكلة المؤمن الذي يصبر على أدى الناس المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم فأنا باخد ثواب أيوة على تحملي اللي بيعملوا فيي بياخد ثواب